السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة هذا واحد السيد الاسم ديالو علاء من مدينة تاونات كانت الحرفة ميكانيك السيد هذا عنده القراج ديالو ديالو ميكانيك والأمور ديال الخدمة ديالو غادية مزيانة والأمور ميسرة السيد كان حريفي في الصنعة ديالو والعمر ديالو سي علاء 35 عام وباقي بالزواج كان عايش غير بوحده في مدينة تاونات كان ساكنت في مياه كاري وحد دار والديه باقين في العربية مجوش من الدوار وبوحده كان في تاونات مرة مرة كمشي يزورهم وكيعاونهم في المصروف هذا علاء كان انسان مبلي بالشراب كانت هذه البليل الوحيدة ديالو كان مكيسحاش ضروري ومؤكد هذا علاء كيشرب كل الليلة تقريبا خاصه ضروري نغم المزاج ديالو هذا علاء واحد النهار هو خدام في غاراج ديالو غريجي وعد واحد جوج الناس بقى يبغيوا يصعبوا الطاموبيل ديالو مو الطاموبيل الاسم ديالو بوشعيب مزوجه بوليداته ومعه واحد السيد اخر الاسم ديالو احمد باقي بالزواج والعمر ديالو ما بين عشرين ثلاثين عام هاد الناس هادول ومشي ولاد تاونات وانما منا فاستجيين ووصلوا لتاونات الطاموبيل دارت اونطان نعتوب الناس ميكانيك على قالوا ليهم احسن واحد يصعب لكم الطاموبيل هو السيد هذا غراح ليفي المهم هو الراه في الطاموبيل قال ليهم ادعالي صافغي لكونوا هانيين خليوا الطاموبيل عندي وسيروا قديم الغارات ديالكم واتراجعوا اتلقاوها موجودة اذك الشيلي كان مشاول الناس قدوا غاراتهم وراجعوا ندفل اشياء من اللي راجعوا اتلقاوه السيد باقي خدام في الطاموبيل قال ليهم هذير باقي في الخدمة ديروا شي كراسة وغادي نصيفت لكم على واحد براديلاتي بما صوتها المهم بقاوم جمعين معه هو السيد خدام في الطاموبيل هي هذيك الناس بقاوم جمعين مع بضياتهم اتعرفوا على هذا علاء وعلا اتعرف على هذا ابو شعيب واحمد ولكن علاء ابقى خدام في الطاموبيل اللي حتى طاح الضلام طاح الليل والطاموبيل باقي ما تصيباتش ابو شعيب واحمد خاص مضروري راجعوا الفاس هنا عندهم مشكل لان ذكي ابو شعيب ما كعرفش يصوق بالليل وذكي احمد ما عندوش بيرمي لهذا غادي قطار حليما ذكي علاء ليش ما تبقوش هنا يفتيونات وراني عدي هنا الدار ساكن فغير بوحدي يلا مرحبا بيكم معزازين مكرمين تلغضها في الصباح ستكون طوام بلا وجدات وستمشيوا بالسلامة هي هذيك هذي بو شعيب واحمد امشى وعداد علاء للدار ديالوق وبما ان ذكي علاء قلنا مبلي بالشراب وضروري كل الليلة كيشرب تسوولهم على القضية قليم واشتوا مياه كتشربوا ان راني ضروري خاصة نشرب في الليلة لقاهم حتى مياه اكتار منه تباهم مبليين واحد دار درجة لم تتصور المهم صايفته على الشاب وبقاهم يشربوا هذه الليلة كاملة ومجمعين وضحكين وباركين على المخدرات المهم ستصبح الحال لا قد له من اللي بغاوا يمشيوا في حالاتهم قالوا لي من اللي تجي الفاس عندك شغال عراض وش حاجة ضروري من اللي تزورنا هذيك بو شعيب أعطاه الادريسة لدار دياله وقال لي ضروري ومؤكد ان تجي عدي مشارك تجعلك هذي العراض ديالك قل لي هذيك علاء صافي اوكي من اللي غادي نمشي الفاس غادي نجي عديك تأول واحد لمدة تلسنين هذي بو شعيب وأحمد كانوا يطلعوا دي ملتاونات بحكم الخدمة ديالهم يطلعوا دي ملتاونات ضروري يزوروا هذيك علاء ويحضروا معه ويشربوا معه ويجمعوا معه المهم تلسنين كانوا يطلعوا لتاونات هو مع مرجع الفاس هذي تلسنين هذي تكونت واحد صداقة ما بين هذا العلاء وهذا كبو شعيب وأحمد ولا تبينتهم واحد المعرفة واحد الصداقة ديال الشراب وديالجماعة وكيتعاملوا مع بعضياتهم لحتى واحد النهار قرر هذا العلاء هذا انه يحبط الفاس حبط الفاس لانه خاصة انه شي بيبان ديال الشيطان موبيلات ملقاوهم شمية في تاونات قال انه يحبط الفاس وبما انه يحبط الفاس اول حاجة يفكر فيها هو انه يمشي عند صاحبه بو شعيب المهم الذي يدق عليه في الدار خرج عنده هذا بو شعيب تفاجئ به ولكن يرحب به ودخله للدار أبقى مجمعين واحد شوية هذا العلاء قال لبو شعيب قال لي انه يمشي لقضي الغارة ولكن يتسمح لي انه يرجع عندك في العشية قال لي الله يا بدي مرحبا بي كتابات على الدقاع المهم شاقد الأغراض ويأتي على الفاس وأرجع عنده ما الذي أرجع عنده؟ ريحه عمر ريوح البراتي يبقى مجمعين شوية يجي عندهم واحد صاحبهم اسمته المعطي هابو شعيب قال العلاء قال لي هذا المعطي جاري وصاحب يشحال من العامة وقال المعطي قال لي هذا هذا واحد ميكانيك ورا خدام فتاونات وتاوى صاحبنا المهم هذا المعطي من اللي عرف ذلك على خدام ميكانيك أطلبه على واحد ولده قال لي را واحد ولدي راسه ماشي دي القراية رجزك بالخير اللي ما علموا لي على ميكانيك أقول لي مرحبا الله يودي أقول لي ماشي معي ما لا تدرسوا من الناس أنا أصلا قاعدك الناس اللي يتعلمون والدي رادروا محالات اليولهم وهو شكر على ذلك الشيء يعني ذلك العلاء هو يقول لذلك البوشعيب قل لي واشحنا ما غاديشين نشربوا اليوم رضروري خاصة نشربه أقول لي بوشعيب ضروري مؤكد أقول لي مرحبا أقول لي ذلك العلاء ولكن أنا لا أريد أن أخلص أنا اللي جاي من لي وأنا جاي أعدكم ضروري أن نخلص أجلب الفلوس و أعطيها لي هذا كم عايب أعطيك أحمد المتعلم أعطيك في تليفون وقال لي دابت جايدي المهم جاهدك أحمد وقال لي كاميرا القلساء أقول لي جاهدك أحمد أعطيك أحمد على الفلوس وقال لي سأجيب لنا الشراب وحشيش لكي نزوزوا ليلة المهم اللي جابوا هذه المخدرات وجابوا الشراب أبقاء على الصهر وفيف الدار البشعيب الدخان القهر والحشيش والشرابات المهم جاهدوه هذه الليلة هنا أحد اللحظة هذا العلاء سيقول البشعيب هو محشومة نحن بارك نهدارك ونشربك ونقصرك والحشيش والمراضيات وكيني وليداتك يلا نحيدهم هنا أقول لهم إنه يرمو المفعلين ونشرب مع صاحبه ونحن نخرجهم هنا المهم هذا البشعيب هذا اللحظة ونقصره 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 كان لديه محل للألعاب ونقصره 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 هذا العلاء اخرى يجب من قدر الفلوس ونقصره لأحمد ونقصره 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 حتى الصباح مع جوة 12 ونصر سيأتيهم الجو سيقول لهم خاصة أن أكلوا شيئا هنا أنا أبو الشعيب سيقول لهم لا تنشيوا فين الدار عدي ومجزل عشاء يلا نمشيوا المهم أنه يدخلوا الدار أو أخرى ودخله هنا علاقة أخرى يقول لهم لماذا نمشيوا إلى البار ونكملوا نمشي بأخدار ويقولوا لي أنا أفكرة جيدا خرجوا بربعة ومشوا الشارعة لأنهم تستنوا في طاكسي لكي يضعون للبار الطاكسي لا يريد أن يجب أن هم أربعة وهم يشيروا طاكسي صغير لا يريد أن يجب يجب أن يجب أنهم أربعة وقالوا إنهم أربعة أو لا يجب وعندما يدخلوا لو تشرب أبقوا على هذا الحال الطاكسي ليت أن يجب يجب أن يجب أنه مباربع يطلع في الطاكسي حتى لا يذهب لهم هنا يبقى وغير كي تلاوحوا في الزناقية في الليل أو ثاني يدعى لا أقرر أنه يشرب ويشري الحشيش أعطى الفلوس الأحمد قال لي ضروري يجرينا الشراب والحشيش لمشي جابوا ليهم ومشيوا المحل لي بشعيب ودخله يكملوا في الصهرة وتقريبا وصلت شي ثلاثة مصدية للليل هذا لي بشعيب حسب الكاوديا وقال لي مضروري خاصة يمشي للدار نمشي دمرتي ولدتي سيراني فايقة بكري الصباح الآخر تهوي هذا المعطي تهوي نفس القادية قال لي من ضروري خاصة يمشي للدار صافي بغاوية تفرتكو هنا هذا العلاء قال لي صافي بغايت وتمشي وسيره هنا بشعيب قال العلاء قال لي يلاقوا معي للدار غاسبات ربلاس كينا قال لي هذا العلاء لا نمشيش معك للدار حشوما انت مزوج وولداتك المرة عندك تفاق الصباح تلقى واحد الراجل غريب ما كتعرفوش ما يمكن المهم صمم انه ما يمشيش هذاك بشعيب قال لي واشنو غدير قال لي سنشوف اشي وطيل هنا من ذاك الوطيلات دول ميد درهم الليلة سنبات فيه صباح ونمشي في حالاتي هنا ناضى ذاك احمد وقال لي لماذا تمشي ذاك الوطيل؟ أنا سليب الطير عيش غير بغاوية وساكن في واحد السطح هنا في العمارة والراسي لماذا لا تبات معي ذاك الليلة وسير فيما بغيتي هنا علاء عجبات والفكرة وقال لي صافي انت عاجل مزيان أنا سننشي معك المهم انتفرت كواد الدربات السكيلية هذاك المعطي مشى لداره عند مرته ووليداته هذاك بشعيب مشى لداره عند مرته ووليداته أما هذاك علاء هو هذاك احمد فمشاوا العمارة في ساكن احمد في ذاك البيت في السطح لم يباتوا في ذاك البيت لأنه كان الصيف وكان صهد بزاف خرجوا واحد جوج بونجات دارهم في السطح وجوج مخاذ هناك ثماء ولكن للأسف مع خمسة ونستق سيكون واحد السيد من الناس الحومق فين كين هذاك العمارة فين ساكن هذاك احمد سيكون ضيز مع الصباح بكرة كما قلنا وهو يلقى واحد السيد مجبت ماء وسط الدم دياله وميته قرب ليبح الماكة وهو يتخلع منه وهو يمشي علام البوليس البوليس يجاوا وعينه نجتاق يلقى السيد مطايح على كرشو هذا السيد كونه هو هذا السيد هو عالاء اللي بات ما احمد في ذاك العمارة من اللي البوليس يلقاه في ذاك الوضعية والسيد غريب تاواحد ما كعافوتهم في ذاك الحومة هنا البوليس مليجاوا وعينه ونجتاق يلقى روثهم امامه الجريمة القتل وبما ان الجتة طايحة على الكرش ديالها وتحت من هذه العمارة قالوا معروسهم هذا السيد هذا رمليوح من هذه العمارة وهو يطلع لها طلعوا الاسطاح يلقى وجوج بونجيت وجوج مخد ووحد سيدنا عاستمايا مكاوي هذا السيد هذا هو احمد اللي كان صارع من عام بالليل البوليس حاولوا انهم يفايقوا هذا السيد اللي هو احمد فايقوا فايقوا هو لكن سيد مكاوي بزاف بذلك الليلة لدوز الشراب والمخدرات المهم فايقوا في الاخير بوحدة صعوبة كبيرة بزاف البوليس كان يناديهم بعلاء قال لي ما الكشف واشوق عليك قالوا لي الله يودير معك البوليس ما كلا علاء لأولو أقلم ما هو واقع قالوا لي يلا معنا وغاتعرف ما هو واقع قالوا لي البوليس فيك تعرف السيد هذا قال لي ما السيد هذا صاحبي هما الواشوق علي دابا قالوا لي مزيان هات السيد هذا واش كان ناعس معك الباح في السطحنيس أقلم اهر الباح كان ناعس معي انا خديت بونجة هو بونجة ونعسنا اخر مرة شفتوا فيها التكة ونعس قالوا لي البوليس واش تمح سيتي بوالو ومشفتي والو ومسمعت حتى شيئا قع قال لي من لاقم ما سمعت والو ومشفت والو قالوا لي البوليس ما كش واقع لك تمك باش مضرب ما شعره باش واكل قال لي هم كيمية خباق البارحة شربت بزاف وكمية المخدرات بزاف هات الشيلا شمالي طحت نعس وما بقيت عاقل على حتى شيئا قالوا لي البوليس إذا كنتوا صهرانين قال لي كنا صهرانين قالوا لي البوليس انتوا أمن قال لي هم آنويا وحجوج صحابنا آخرين قالوا لي البوليس شكونا وما صحابك الآخرين اسمياتهم قال لي هم بو شعيب والماطي المهم البوليس من بعد ما عاود لي همد أحمد على الأمسي اللي دوزوا البرح الصحير دي الليل والشراء والمخدرات اللي تناولوها وهذا العلاق اللي جا عندهم متهونات وخدم ميكانيكي قالوا لي البوليس تعطينا هذا لذي بو شعيب والمعطي هنا يا هذا بو شعيب والمعطي من اللي سواء لهم بوليس غادي عاودوا نفس الهضرق اللي عاود أحمد على الليلة اللي داست لباع الأحمد بين الشراب ومخدرات وصحير الليل وغادي يقولوا ليهم وكذلك احنا آخر مرة شفنا فيها علاء من اللي تفرقنا معاه هو مش عماء أحمد فين ساكن وحنا مشينا عند عيالاتنا وليدتنا هذا ما كان البوليس في الأول كانوا شاكين في أحمد لأنه الوحيد اللي يبقى معها آخر واحد هو الوحيد اللي كان بيت معاه في هذه الليلة في السطح ولكن المدارة التحريات بيالهم كبال لهم بأن السيد بحل كان مكاوي ومعاقل على حتى شي حاجة أن البوليس حطوا بزاف دي الفراضيات منهم أن السيد بما أنه شارب بزاف وشبعان مخدرات تقريبا من الساعة العشية للتلاتة ونص ومعاقل على المخدرات يعني السيد بحل جاءت واحدة الهلواسة وبحل تقلب بزاف وتكاوب بزاف ومشحدات الحيطة للسطح ودخ وطاح من تماما ولكن هذه مستبعدة لأن الحيطة للسطح اللي شاهدوا البوليس ألقاه عالة كفاية باش ما يطاحش فيه وخيد قلب ويطاح ما غداش يطاح من العمارة خاصه يطلع برج ويطلع يعني الفارة مستبعدة شاهدوا البوليس وحل فاردية أخرى أن السيد كان مأزم مادياً ومالياً أو لا واقع عليه أسباب أخرى خلاتوا أنه يفكر في الانتحار ومن يشربوا شبع مخدرات جاءتوا لفكرة هذه الساعة ويطلعوا من تلقاء نفسه هنا البوليس يمشيوا بحثوا في حياته الشخصية في التعونات يسوّلوا أصحابه يسوّلوا الجيران يسوّلوا في غاراج الميكانيك غير قاو هو السيد كان إنسان طبيعي عادي ما عنده مشاكل ما حتى شي واحد ومع مرج بالصداع ما شي واحد وأمور المادية ميسر الحمد لله كان يسوّر الفلوس بالصح من غاراج يعني هنا البوليس سيستبعده الفرضية للانتحار أن السيد قرر أنه انتحر لأنه كان يعاني من مشاكل نفسية أو لعنده مشاكل مادية يعني فكرة انتحار حياته البوليس هنا يبقى الفكرة لأنه يدفعه ولكن ما كان معه في الصح كان أحمد بوحده هنا البوليس من اللي عاودوا السنطق هذا بوشعيب ومعطيع وتاني يطيحهم في الشبكة ويحاولوا يجبهم منهم شي أخر نفس الحضراء يعني كلامهم صحيح وهذا أحمد يقول لهم أنا راودية من اللي طلعت تحت الكاو بحكم أنني كنت شعر بزاف وكامي بزاف يعني السيد كان مقلوب بالصح وتأكده من حضره هنا البوليس سيطرحوا بحد السؤال اللي هو في محلوغ سيقول المعروسهم هذا علاء هذا فالعمر ما بين ثلاثين واربعين عام أموره المادية مزيانة عنده داره عنده غراج ميكانيك يعني ما خصوا أي شيء فعلاش ما مزوج لحد الآن هناليا غديمشي ويسوغلوا فتاهم ملعات يسوغلوا الجيران ويسوغلوا ويسوغلوا مقربين لي غديتلقاه جواب صادم علاء كان وحد إنسان كانت عنده الميولات ماشية هذيك ولكن هذ الميولات كانت كذبان من اللي كان يشرب بزاف والي احتال الليل يعني من اللي كان يشرب ويفوت الشراب اللي كان يتخرج هذيك الميولات والناس والحومة لديهم قصص التحرش بهذا العلاء بدراري الحومة ودراري الصغار وذلك الشيء والناس اللي كانوا يشربوا معه في الدار دياله كل يقبل منه هذا الشيء وكل ما يقبل حاجة أخرى لاحظوها البوليس هي أن من اللي يجل فاس وجاء عنده أصدقاء ديالهم من بعد ما سولوا ومعرفوا منهم هذا الشيء كامل كان هو اللي يخلص وهو اللي يجبون وكل مرة يدور مع ذاك حمد اللي بات معها أخر مرة يدور معه ويصخروا يجيب الشراب والمخدرات هنا يا أحمد أو تحت الشوكوك في البوليس هنا البوليس يمشي عندك أحمد ويسألوه يقول لي أنتك أنت عارف أن علاء عنده ميولات هذه يقول لي هذا أحمد لا لا ما كنت عارف هذا أول مرة هنا البوليس يديرون الفردية آخر يقولون بما أن هذا علاء شعر بزاف ومتناول للمخدرات بوح الكيميال هي كبيرة وبما أنه عنده ميولات ماشية ما الذي يطلع مع ذاك أحمد في الساكن أو هذا السطح في ماء ويلاحظ رأسه على وسادة يكون هذا علاء قطار شيء ماشية لذاك أحمد هنا أحمد قال لي لا ما الذي يعتاد صح ما الذي يداربه ما الذي يداربه سيكون لحوم السطح هذه الفردية التي يدار البوليس ولكن كيف يفند هذه النظرية هو البنية الجسمية لذلك جوج الناس من أحمد مع هذا علاء هذا علاء كان قوي البنية وإنسان غلاد وكبير بينما أحمد كان إنسان ضعيف وصغير يعني لا يمكن أن هذا علاء من السطح وخفتها رنقع سيدارب معه يبغي الوحو الأخر سيدافع على رأسه وما سيشي تلاح له يعني هذا الشيء يحير البوليس في الصراحة وفي النهاية هذه الجريمة البوليس للأسف لم يتوصلوا إلى الحقيقة ما عرفوا ما هو هذا علاء لاحه هذا أحمد مصطح وما هو هذا علاء انتحر من تلقاء نفسه وما هو هذا المخدرات المتناول تلاحه رأسه لما يشعر وفي الصراحة هذه القضية رأيها بدون حل إلى يومنا هذا هذه الجريمة وقعتها عام 2000 في مدينة الفاس وفي الصيف بالضبط لحد الساعة البوليس لم يتوصلوا للحقيقة لم يعرفوا ما هو واقع بالضبط وتقيداتها ضد مجهولة كما يظن أن الميولات والشادة هي سبب الموت وكما يقول أن السبب في هذه الجريمة هي أم الخبائط أو الخمر يعني الشراب كذلك لأن المفتاح لأي شر وأي فساد وليس غريب يأتي من وراء المهم نهاية القصة هذه والسلام عليكم ورحمة الله